اهلا بحضراتكم من جديد وتخافي ازاي على الاهل والاهلي ما شاء الله عمال يصطاد من الجوائز المستحقة والتكريمات الواجبة له من كل اتجاه من رأس دولة كورف القدل في العالم جاني انفنتينو يهنئ كابت الخطيب ويشيد بما يحققه النادي الاهلي من انجازات ثم تتولى النجاحات على مستوى او مختلف الرياضات كلها كل ده بفضل توفيق الله سبحانه وتعالى ثم جمهور النادي الاهلي لو لم يكن هذا الجمهور داعما بقوة للنادي الاهلي في كل ظروفه وبطولاته ما تحقق شيء جمهوره ده حماه ده حقيقة غياب الجمهور على المدرجات قضية مهمة جدا 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 حاجة الدور المصري وكرة القدم المصرية لاستعادة جماهيرها في مدرجات ملعبها امر بالغ الاهمية عشان كده قلنا سيادة الوزير ما هكذا تورد القبل عارفين الشاعر العرب اللي قال لك اوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد القبل اشرح بقى الجملة المشكلبة دي اللي قلتها طيب سعد اورد القبل ودها البير تشرب مياه لكن سعد كان مشتمل يعني ملفوف بالشمل بتاعه حوالين جنبه فمش قادر يملى كويس للجمال فاورد الجمال للقبل دون ان تشرب الجمال فعشان كده الشاعر قال له اوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد القبل بقى سعد تورد القبل سعد لفف نفسه بالجرد تاع زي بشال او حاجة كده فحركته مش عارف ايفرد دراعه لاخر فواخد القبل يشربها فمش عارف يشربها فالقبل رجعت عدشانه فالشاعر فالشاعر قال له مها كذا يا سعد تورد القبل عشان كده بيقال هذا المعنى دايما في اي حد عايز يعمل حاجة لكن انه حاجة والانجاز حاجة تانية خالص حبيت تسقيهم لكن سبتهم رجعتهم عطشانين فعشان كده تذكرنا ده وسيد وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي انبارح يصدر عنه انه عقد اجتماع مع السيد جمال علام رئيس التحاد الكرة هو النائب احمد دياب رئيس ربطة الاندية المحترف العنوان اللي تم تصديره لهذا اللقاء انه لبحث عودة الجماهير للملاعب هنا المعنى والمبدأ رائع جدا وما احواجنا لده بصراحة اي حد غير على الكرة المصرية اعتقدت دايق جدا لما في بعض الاعلاميين العرب بقوا بيه مش عايز اقول كلمة بيعيرونا ان انتو الدور بتاعكم ميت ومحدش بيتفرج عليه وكانت كلمة قاسية وقتها من الاعلام السعودي وليد الفراج لانه مصر اللي ملعبها طول عمرها مليانة ونجومها وانديتها ومشاهيرها دايما هم الصيط الزائع في المنطقة تعير بانه ملعبها ميتة وجمهورها والدور بتاعها محدش بيتفرج عليه واللي كان يقولك استاد الرعب هو الرعب موفاطي بالضبط فالحقيقة كل الناس تواقى لعودة الجماهير جهود بزلت كتيرة وكبيرة من الجهات الامنية لعودة الجماهير خاصة وفقا للسياق اللي تم ان شركة تذكرتي تشرف على طرح وبيع التذاكر وفقا لقاعدة بيانات والمسألة تمشي بشكل حديث وانيق ثم كل شوية نسمع خمس تلاف زيادة تلت تلاف زيادة اربع تلاف زيادة لكن المسألة ما هيش مجدية عشان كده كل الناس استقبلت العنوان فقط من اجتماع السيد الوزير مبارح بالسعادة الى ان جاءت التفاصيل فبدأ الامر وكأنه سعد مشتامل فعلا والمسألة غير ما تم على اساسها والابل هترجع اقرار والابل هتطلع عطشانا عطشانا قال وزارة الشباب والرياضة قالت في بيانها ان الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التقى بجمال علام رئيس الاتحاد المصر لكرة القدم والنايب احمد دياب رئيس رابطة الاندية المحترفة لكرة القدم لمناقشة تنظيم حضور الجماهير للمدرجات ومتابعتها بصفة دائمة طبقا للتوجهات رئاسة مجلس الوزراء قال للوزارة ان اللقاء تناول منقشة الحضور الجماهيري في المدرجات التشديد على عدم الخروج عن الاطر القانونية والمشروعة في تشجيع مختلف الفرع تحميل المسئولية لمن يتسبب في الخروج عن هذه الاطر مع ضرورة العمل بتدرج العقوبات وتغليزها في حالة التكرار والتي تصل إلى غرامات مالية أو الحرمان من الحضور بالإضافة إلى العمل على مراجعة اللوائح والقوانين والخاصة بدخول الجماهير كما استعرض اللقاء السماح بالحضور الجماهيري في الاستادات المؤهلة للحضور الجماهيري طبقاً للمعايير التي تم وضعها من قبل رابطة الأندية المحترفة بالتعاون مع الاتحاد المصري حيث يجب أن تشتمل الاستادات على كاميرات مراقبة بوابات إلكترونية للدخول والخروج بالإضافة إلى تطبيق منظومة تذكرتي في الدخول والخروج وهو ما يطبق في الوقت الراهن على الاستادات المطابقة للمواصفات على أن يتم بصفة دورية مراجعة جميع الاستادات الأخرى من أجل اعتمادها لاستقبال الجماهير خلال المباراة المختلفة طبقاً لما هو مطبق من قبل رابطة المحترفين والاتحاد المصري لكرة القدم ده بيان وزارة الشباب والرياضة يفهم منه ايه؟ كلام كله رايح فيه إجراءات التشديد على المخالفات وده مطلوب جداً ومواجهة المخالفين وده مطلوب وردع الخارجين عن النظام وده مطلوب ومطبقة الملاعب غير المؤهلة للاستقبال الجماهير إنها تستكمل إجراءات السلامة ضروري تطبيق المعايير بتاع الشركة التذكرتي لضمان شروط السلامة كل ده رائع جداً بس هل فيه حاجة هنا تقول إنه حيتم عودة الجماهير بساعة أكبر الحقيقة البيان ما أشرش لكده خالص إلا أن جاء السيد متحدث الرسمي باسم وزارة الشباب الرياضة الدكتور محمد الشازلي في مداخلة له مع الزميل هاني حتحوت في صد البلد لإين المسألة يا جماعة راحة بسكة تانية خالص تحتاج لمناقشة نسمعه أولاً بنتكلم بقى في تغايدين اللايحة نفسها المعنية بالتنظيم المسابع بنتكلم عن عقوبات مالية مغلظة جداً تغلز العقوبات المالية نفسها عالشتيني عقوبات المالية الموقعة على الأندية اللي جمهورها بيغلط؟ العقوبات المالية هتكون موقعة على الأندية طبعاً بالأساس فضلاً عن تغلز العقوبة المالية نفسها إضافة إلى إنك ممكن توصل لعدم حضور الجماهيري أو منع الحضور بشكل أو بآخر أو إنك تبدأ تفكر في آليات يكون فيها تغلز العقوبات على أي جهة مسؤولة عن خروج عن النص هنا بتكلم عن حرمان بشكل أو بآخر من حضور جماهيري بتكلم عن تغلز عقوبات مالية ضخمة جداً في حالة الخروج عن النص هو يعني الحياة كان فيدي سالة النهاردة عايزة أتكلم معاك يعني شديدة شوية إن لا مفيش سماح بالخروج عن النص في التشبيع مش حينفع طب أنا بس حسيت كده إنه فكرة ده مجرد إحساس لو عايز تأكده أو تنفيه إنه فكرة السماح لعدد أكبر من الجمهور هي فكرة بعيدة مش أول أولوية في هذا الاجتماع الاجتماع ده غرضه إنه منع الأخطاء الجماهيرية وتغليز العقوبات لكن فكرة بقى زيادة الجماهير ممكن موجودة بس من بعيد صح ولا غلط؟ لا يا ما كانتش موجودة في الاجتماع النهاردة الحقيقة ما كانتش موجودة مش مهندس يعني الدكتور محمد الشازلي بيتكلم على إنه فكرة تنشيط عودة الجماهير لا ما كانتش موجودة الهدف في اللقاء مواجهة المخالفات الحد من الشغل بقى إنه البداية بيقول منظر المدرجات مش مغري يعني مش مغري لأنه فاضي حتة غياب الجماهير لدي من كلها حلوب يعني ديه البداية حديثه فتكون النتيجة إنه بيتكلم على تغليز العقوب على الهيئات المسؤولة اللي هي الأندية مين الهيئات اللي هتكون مسؤولة؟ مين يعني؟ هو قال الأندية باللفز أنا بس عاز أتأكد مندي على فكرة إيه دور النادي في الحضور الجماهوري دلوقتي؟ هل النادي بينظم؟ لا هو اللي بيبيع التذاكر؟ لا هو اللي بيحدد الساعة؟ لا هو اللي بيجيب الأمن بيتعاقب مع الأمن؟ لا هو المسؤول عن التنظيم داخل الملعب؟ ما أنا بقول لك هو اللي عنده قاعدة بيانات الجماهير؟ لا لما تحطت ما هل الناس بتنسى فلسفة إقحام الأندية في المسؤولية؟ إنت في السابق كنت بتعمل إيه؟ إنت اللي بتروح تجيب الشرطة بتدفع للشرطة؟ إنت اللي بتحدد عدد التذاكر؟ إنت لما بتبيع كده بشكل عشوائي ما عندكش لقاعدة بيانات ولا بتعرف مين اللي؟ فكنت مسؤول، كانت الأندية مسؤولة، لكن أما وأنك الأمر ما فيش لك أي دخل فيه، ده أنت تعمل التذكرة أنت مش بتحدده، أنت بتخصم منك كل بتاخد يمكن عشرة أو عشرين في المائة من قيمة التذكرة، في الآخر يعني فأنت اللي عارف تقول ألعب بجمير قد إيه؟ ولا التذكرة بكام؟ ولا يخشه منين؟ ولا الجمير دي تاخد تذكيرها إزاي؟ مالكش دول؟ إزاي تحاسب؟ كيف تحاسب الأندية؟ وهو ده يرضع مين؟ يعني أنا كجمهور اتنين يتخنوا في المدرج هروح جايب ده لا يردع مين ولا يرضي مين؟ فاهم قصدي؟ عشرة من هنا يتخنوا مع عشرة من هنا؟ هروح أنا جايب النادي بدخلوا السجد، يعني مثلاً يعني خناع حصلت في الشارع عجيب بقى الناس اللي في البيوت دورهم إيه؟ فأنت أنا قلت لك في كل الإجراءات بالتفصيل اللي جيه في البيان أنا موافق عليه لكن مش موافق على الأقحام الأندية وتغليز العقوبة عقوبة وما بياخدوا يهم الماتش ده كورا كده تبقى خراب مؤكد أه طب أنت بتخسر في الماتش يا أستاذ براهيم خسائر كبيرة بدل ما يخش لك فلوس بعمال تدفع واسع يعني في العالم كله دخل مهم جداً البواب والسيزون تغليل بطاقة الموسمية اللي فيها تثبيت للبطاقة واحترامها لدينا دفع فوري كمان يعني موارد سبوعية عارف الكورسي الكسر ده مين اللي كان قاعد عليه حتى لو تظلم واحد مش هو الكسر الكورسي بتكان قاعد عليه المرة الجاية حيدافع عن الكورسي دي عهدته أنت قاعد أدع عهدتك لغاية لما تقوم بعد الماتش لما أنت هتسلمه سليم أنت مشيت مش هتسلمه سليم أنت مسؤول هيدافع عن الكورسي بتاعه مش هيسمع حد يخلعه ده إذا كنا عايزين نزمط الأداء لكن لو عايزين نملى المدرجات ما تتميهش كده تتميه يعني عملي نقول المنتخب والمنظر وحي شوه وبعدين نروح عاملين المنتخب بتذاكر وتذاكر غالية ونحدد برضو مين ياخد ومين ما ياخدش فاتبص وبعدين نروح كل أفريقيا تقريبا حتى شمال أفريقيا اللي هم الناس أكثر ملائة وتنظيما وكده أحيانا يفتح مدرجاته ببلاش يعني المنتخب ده تذكارته لازم تبقى أرخص تذكاره عشان المدرجات تتميلي هو مين اللي هاخدش يتخاني مع بعضه في المنتخب لكن أنت كمان لما الجماهير بتتعود ما تروح شي لما تعاني عشان بتروح مش هجيلك في المنتخب فقد عادة التردد أنا كنت كل يوم جمعة هنتقابل إمتى عشان نروح الماتش أصبح جزء من برنامج حياتنا أنت لغيته من حياتنا مش هفتكر فجأة بعد سنة أن فيه ماتش أغير نظام تاني تعودت عليه بقى عشان نروح الماتش مش هيحصل مش هيحصل أو إذا حصل هيحصل في نطاق محدود عايزين ترجعوا الناس تعالوا أعودوا افتح حوار مجتمعي كيف أتعود الجماهير إذا كانت فيه رغبة في عودتهم بشكل جد ورغبة في الحساب الجاد مقابل كده تقول النادي إيه بقى ما حدش يدافع عن حد مشاغب ما حدش يتدخل يخرج ناس اتقابض عليه عشان العقوبة شخصية اللعيب ده لو خرج بكفالة يدفعها أو النادي يدفعها خلاص النادي عايز يدفع يدفع ولو إني لا أريد أن أقحم الأندية في هذا الأمر لو سألتني أنا لا الأندية الأندية تتفرغ للعمل الفني عشان تسعد جماهيرها لكن إنك أنا أنت تاخد المغنم وأنا أخد المغرم إزاي يعني يعني كل العقوبات وبتاع أنا اللي عمال بخودها وإذا هناك مغانم تاخدها كل واحد بياخد حقه من التسكرة ويروح ودي الأندية تحط فلوس على ما تبقى من أموال عشان تدفع غرامات وتصلح كراسي طيب ده كلام مهم جدا وكلام عن تجربة أكيد كلام المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد الشازلي إنه بيبحث تغليز العقوبات المالية على الأندية إلى أعلى درجة أنت دلوقتي الجمهور اللي بيخرج عن النص بتغرم النادي مئة ألف لا حيبقى نص مليون أو مليون طيب زي ما المهندس عاد لي شرح هو إحنا عايزين الجمهور يرجع أكيد عايزينه يرجع عايزين ملعبنا تكون نقية وسليمة ما فيهاش أي شغب بالتأكيد لأنه الناس عانت كتير عايزين الناس تلتزم وتنضبط ده مؤكد بس أنا كنادي أنت بتحاسبني على حاجة أنا ما عملتاش ولا لي علاقة بيها ولا أملك إن أنا أمنعها ولو فكرك إن المليون جنيه ولا نص مليون جنيه هتردعني أنا مش هتردعني لأنه مش في إيدي أمنع حد النادي ما هواش عنده قاعدة بيانات لمين الجماهير اللي دخلها شركة تذكرتي مشكورة عاملة مجهود كبير جداً وبتاخد حصتها من هذه التذاكر فهي في مسؤولية قانونية هنا النادي اللي عنده قاعدة بيانات ولا مسؤول عن سلوك جمهور يعني النادي المصري والنادي الإسماعيل الأسبوع اللي فات مجموعة من هنا مجموعة من هنا وهاتك ضرب وتكسير طب النادي الإسماعيلي إيه علاقته بالعشر 15 اللي تخانقوا وتضربوا النادي المصري إيه علاقته بالمجموعة اللي ضربت هل أنت لما تغرم لإسماعيلي على كل المشاكل المالية اللي عنده هو ده أثر في سلوك الجمهور بالتأكيد لا العدل الحقيقي والردع المباشر الأندية الجمهورية هي نقصة وبعدين هو في الآخر برضو هو احنا كترت علينا للأنديات الجمهورية ده كلهم خمس ستة أنديات ده الدوري 18 نادي فيه الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد والمصري ولو عايز تقول بلدية المحل أقول يبقى ستة أندية من 18 نادي كلام ده في منتهى الخطر على مستقبل الكرة في منتهى التأثير على شعبية المسابقة المصرية المنتخبات وشعبيتها وبالتالي المنتخبات الوطنية منت منتخباتك ونجومك مش هيفضلوا يلعبوا في الصمت ده أنا قلتلكم يعني كان شيء مؤذي جداً لنا كلنا إن احنا نعير بإن مسابقة لا يشاهدها أحد ولا يحضر لها جمهور في بلد أديكم شايفين قيمة الكرة فيه وتأثير الكرة فيه تدخلت الكرة في المنطقة وهي كاس الأمم اللي هتبدأ بعد بكرة دي مصر اللي أسستها فبصوا العراقة والريادة كانت فين فهل معقولة وإحنا عايزين نرجع الجمهور نتخذ إجراءات تبعد الجمهور أكتر العدل الطبيعي جداً إنه لا تزر وزراء وزراء أخرى الشخص المشجع اللي ارتكب خطأ خالف دي القانون يحاسب أولاً يعامل معاملة محترمة رقم اتنين يحاسب محاسبة محترمة إذا خرج عن النص ممكن أقول لك حاجة أستاذ إبراهيم طبعاً لو خمسين مشاغب في وسط خمسمية يكونوا مؤثرين ولا لا لا طبعاً لو في وسط خمس تلاف التأثير يقل لو في وسط خمسين ألف التأثير ينعدل ينعدل فكرة إن الجمهور لو زاد فيه خطورة لا فيه تأمين لأن مش ممكن يكون هذا العدد الكبير داخل ناوي يعمل مشاكل وخصوصاً إذا كنا هنسترد فكرة وتصور العائلات لما كنا بنروح يا أستاذ إبراهيم أنا كنت بروح أنا واصحابي ومنا زملكاوي والترسناوي قاعدين على المصطبة ما كانش فيه كراسة قاعدين مع بعض كنا في أنا ومحرم الراغب وممدوع عباس بدون يعني بقول لهم عشان صحابي بدون إشارات بالله وليه قريب اللي كان فيهم بيلعب في الترسانة وترسناوي لا كنا بروح نقعد والماتش بين أهل وزمالك أو أهل وترسانة واحدين جابوا بعض إيه اللي كان بنحصل ولا حاجة بنحمي بعض طيب فهنا أنت لما توجه العقوبة شخصية يعني الفترة اللي فاتت شوفنا إدارة المسابقات بتاخد عقوبات ضد الجماهير يقول لك حرمان الألف وواحد دول ده وفقاً للي حجزوا تذكرهم من خلال السيستم بتاع تذكرتي من حضور ماتش ماتشين تلات ماتشاة دهني معروفين هو إحنا لو غلصنا العقوبات على الفئات اللي أنت شايف أنها خرجت بس بشرط المسألة تكون عادلة وحسنة بحيث أن أنا علشان أجيب نتيجة أولاً أنا بتكلم في حاجتين أعتقد في السيستم اللي بيتكلمه عليه المسألة شديدة البساطة أنا المفروض زي ما بيحصل في أي مكان في الدنيا التذكرة اللي بدخل بيها للماتش محدد فيها المكان اللي أنا هقعد فيه والكرس اللي أنا هجلس عليه أنا صاحب هذه التذكرة بهذا الرقم أعدت في الزون أو المنطقة الزرقى مثلا الرقم بتاع 160 الكرس اللي هقعد عليه ده معروف في عهدتي خلال فترة وجودي في الملعب كاميرات التصوير اللي في الجزء ده هتثبت كل شخص عملية يوم الكرس اللي أنا مكتوب على اسمي خلال الساعتين بتوع الماتش اتكسر أنا هتفع تمنه لما يتكرر الخروج أنا هتحرم ممكن سنة يعني لو عايز تغلص عقوبات على الأشخاص بشرط أن أنت تتحدد الشخص اللي خرج عن النظام بدل ما بتوقفه تلات ماتشات يوقفه تلات سنين يوقفه بأشد عقوبة منع اعمل بلاك لست في الأندية أنه فيه هذه العداد من الجماهير بشرط العدل والحسن ارتكبت أخطاء ممنوع من دخول الملاق ده السيستم هو بيحجز بسيستم ما وخلص هو لما يجي يدخل يلاقي نفسه في البلاك مش مسموح له معموله بلوك مش هيجيب تذكار عجيبة إزاي خلصت بس بشرط أن أنا أولا مظلمشي عشان أجيب نتيجة مظلمش مشجع ما ارتكبش حاجة فحرمه أنا عايز أقاوم النماذج أو الأشخاص اللي بيخرجوا عن النظام بالضبط فعلشان أردع وعشان أجيب نتيجة يا سيدة الوزير يتم استهداف الأشخاص الخارجين على النظام لكن فكرة تحميل الأندية مش هيحل حاجة أولا مش هيحل حاجة ثانيا ده استسهال في المواجهة استسهال للحل لأنه خلص الخمس ستة أندية دول طالعينهم في المخالفات والمشاكل ومزيد من الأعباء على الأندية ودي مزيد من الأعباء عليها في صناعة كرة هي أصلا مخصرة معاه هي مخصرة معاه بجد فنيجي نزودها إن أنا أبحث إصدار قرار لمزيد من العقوبات على الأندية ده استسهال في المواجهة المواجهة الصح شخصية العقوبة على قديمه يعني هو زمان كان النادي بيعمل كل حاجة لا أعطي ما بيعملش زمان كان النادي بيعمل كل حاجة وكان صعب تحدد الأسماء لكن أنت النهاردة فيه شركة هي اللي بتحجز شركة تملك قاعدة بيانات شركة بازلة موجود كبير جدا في عاملات التنظيم تملك هذه القاعدة في تحديد الأشخاص لكن أتمنى أنه يضاف إلى هذا السيستم تحديد رقم الكرسي لكل واحد هيقعد عليه لأنه منظر إن أنت تشوف كراسي تكسرت تخذ بالك لما يكون الكرسي اللي أنا قاعد عليه ده معروف إن أنا اللي قاعد عليه وإن اللي حصل له كذا أنا هدفع تمنه وهتغرم بتمنه أنا هحافظ عليه لو دي واحد أقول له لا حتى لو ظلمت مرة ثاني مرة مستعيدة هتظلم طبعا فتثبيت قاعدة البيانات للكرسي مع الشخص صاحب التيكت أعتقد هو ده التطور يا سادة الوزير اللي مطلوب في آلية التنظيم وإطلق إطلق الحد طبعا وجرم وشوف إلي حيحصل طبعا مطلوب فتح الباب لكل الجمهير تحضر النادي اللي قال يا جماعة أكتر الأندية المدارة أولا لأنه من الطبيعي أنه عدد جمهوره أكتر ثم نادي الزمالك ثم نادي الاتحاد ثم الإسماعيل دي فلوس تتكلم على فلوس أولا دي فلوس وده مزاج عام والأخيرة دي مهمة جدا ده المزاج العام بتاع الجمهور لما هي كل أسبوع ولا كل 3-4 أيام هيروح الملعب يتفرج على فرقته أنا كده بضبط إيقاع المزاج العام للوضع الطبيعي بتاعه أكبر عقوبة أكتر من فلوس أنك تقول له أحابة تحرم الحالة بإهربها ما تروحش خلصت هتبقى في الأول مش هتبقى لكن هتوصل أنها تتضبط قوي بعد شواء هتتضبط قوي لكن بالضبط كده العقوبة زي ما أنت بتقول إيه لازم تبقى شخصية ده يعني إذا فعلا كنا جدين في بحث أليات العودة لأنه من ضمن المعلقين العرب اللي تكلموا على أهمية عودة الجمهور المصر للملاعب إحنا قلتلك وليد الفراج تكلم باستهجان على الدور المصري وأن الدور ميت كمان المعلق الإماراتي عامر عبدالله الحed من المعلقين العرب لذ anciنظر